كراءة البيانة الخاص بأسعار الفائدة يوم الخميس يوضح توجهات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة هنا نشير إلى أن هذا التثبيت هو الثالث على التوالي للمرة الثالثة على التوالي وذلك منذ رفع أسعار الفائدة ب600 نقطة أساس في مارس الماضي البنك المركزي أشار في بيانه إلى أن المصار المتوقع لأسعار العائد الأساسي يعتمد بشكل أساسي على معدلات التدخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة حاليا كما أنه أشار إلى أن توقعاته بالنسبة لمعدلات التدخم أكد أنه من المنتظر أن معدلات التدخم تستمر حول معدلاتها الحالية حتى الربع الرابع من العام الحالي وذلك أخزا في الاعتبار أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة وهنا بالطبع يشير إلى القرارات الخاصة برفع الأسعار ورفع الدعم عن بعض الخدمات أكد أنه من المتوقع أن معدلات التدخم تشهد تراجعا ملحوظا في الربع الأول من العام المقبل وذلك بأثر السياسات النقدية المتشددة التي اتخذها البنك المركزي وأيضا الأثر الإيجابي لسنة الأساس لكن بالطبع البنك المركزي أشار إلى أن التدخم يتخذ مصار هبوطي وذلك للشهر الخامس على التوالي ولكن بأثر أرقام التدخم أو معدلات التدخم على السلع الغذائية والتي شهدت انخفاضا ملحوظا في مقابل ارتفاع معدلات التدخم على السلع غير الغذائية ولكن كان لأثر انخفاض السلع الغذائية الأثر الأكبر على معدلات التدخم لتتخذ هذا المصار النزولي البنك المركزي أيضا أشار إلى أن المصار النزولي الذي يتوقعه لمعدلات التدخم لا يزال عرضة لمخاطر سعودية بأثر عدد من العوامل بعضها محلي وبعضها عالمي منها تراجع أثر تراجع امدادات النفط العالمية تصاعد التوترات الجيوسياسية حالة عدم اليقين بانتهاج بعض الدول سياسات تجارية حماية واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات وبالطبع هذا يشير إلى الإجراءات الكثيرة التي تتخذها الحكومة حاليا رفع أسعار القهرباء رفع أسعار الوقود وأيضا نحن على موعد مع أول أكتوبر المقبل اجتماع الدوري للجنة تسعير المحروقات وهذا يشير إلى احتمالية أيضا أن يكون هناك ارتفاع الأسعار الوقود في الربع الأخير من العام الحالي أيضا نشير إلى أنه في ظل هذا البيانة الذي أعلنه البنك المركزي نحن نتركب بعد غد أرقام التضخم لشهر أغسطس هناك تباين بين المحللين بصورة كبيرة البعض يرى أن سنة الأساس سيكون لها تأثير كبير في أرقام التضخم وأنها لن تتأثر بالارتفاعات التي حدثت في أسعار الوقود وأسعار القهرباء وأنها سوف تستقر عند معدلاتها التي سجلتها في يوليو الماضي وكانت 25.7% البعض الآخر يرى أنه لابد أن نشهد بعض الارتفاع في أرقام التضخم لشهر أغسطس بأثر بالطبع رفع أسعار هذه الخدمات خلال شهر سبتمبر خلال شهر أغسطس وشهر يوليو